اشتركوا في القناة فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَى لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا مجلس في تفسير سورة الانشقاق وهي أيضا من السور المكية وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما سلم أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وجاء في صعيح البخاري أن أبا رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له في ذلك فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق هذه السورة العظيمة تبدأ بالحديث عن يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت كقوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وكما قال تعالى إذا السماء انفطرت وقال وإذا السماء فرجت وقال ويوم تشقق السماء بالغمام كل هذه الآية الكريمة تبين أن هذا العالم جميعه سيتغير إذا جاء يوم القيامة فالسماء ستنفطر وتتصدع وتنفتح وتنفرج وهي مذعنة لربها تبارك وتعالى إذا السماء انشقت يعني انفطرت وتصدعت ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وأذنت لربها وحقت استمعت لربها عز وجل وأطاعت أمره سبحانه بالانشقاق قال الله جل كما أنها أطاعت الله تعالى في ابتداء الخلق ثم استوى إلى السماء ويدخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فهي مطيعة لله تبارك وتعالى في ابتداء الأمر وفي انتهاءه فالسماء أطاعت أمر الله تبارك وتعالى في ابتداء الخلق كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء ويدخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وأطاعت ربها تبارك وتعالى أيضا في الانشقاق كما قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أي حق لها ووجب عليها أن تسمع وتطيع لأمره جل جلاله لأن هذا من أمره الكوني وأمره الكوني نافذ لا محالة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإذا الأرض مدت أي دك ما عليها من جبال وبناء وأشجار وغير ذلك مدت كما يمد الأديم وبسطت وألقت ما فيها وتخلت ألقت ما في باطنها من الأموات وتخلت عنهم وهذا يكون بعد النفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت ذكة واحدة وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فهي تلقي ما فيها من الكنوز تلقي ما فيها من الأموات جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا أخذون منه شيئا هذا قرب القيامة إذا رأوا علامات الساعة وأذنت لربها وحقت مرة أخرى توكيد لاستماعها لربها وطاعتها له سبحانه وتعالى هنا بعد هذه المقدمات يأتي النداء والخطاب للإنسان جنس الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كدحك يا ابن آدم يا أيها الضعيف إن استطعت أن يكون كدحا وعملا ودأبا في طاعة الله فافعل فإنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه ستلاقي عملك أيها الإنسان طال الزمان أو قصر من خير أو شر ولهذا جاء في مسند أبي داود الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه الإنسان مهما امتدت به هذه الحياة الدنيا فإنه سيلاقي ربه تبارك وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وأن إلى ربك المنتهى وهنا أيضا دليل على أن الإنسان إما أن يسعى في إصلاح نفسه وتحريد رقبته وفكها من النار أو يسعى في إركاسها وإهلاكها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فالإنسان يسعى سعيا حثيثا بجد إما إلى خير وإما إلى شر وهنا قال الله تبارك وتعالى فملاقيه فهو سوف يلاقي ربه تبارك وتعالى ويلاقي عمله وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشقة أمره ثم بيّن الله تبارك وتعالى انقسام الناس إلى قسمين فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذا الشخص الذي أعطاه الله تعالى كتابه صحيفة حسناته باليمين سوف يحاسب حسابا يسيرا يعني سهلا خفيفا يعرض عرضا بلا مناقشة قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت قول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من نوقش الحساب عذب فقالت عائشة يا رسول الله ليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال ليس ذلك الحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب عذب وكان عليه الصلاة والسلام في صلاة يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا فالمؤمن إذا أراد الله تعالى به خيرا ونجاة وبرا وصلاحا وفوزا فإنه جل جلاله يوم القيامة يدنيه حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فيقول نعم يا رب فيقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما الفاجر والمنافق فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فهذا المؤمن يحاسب حسابا يسيرا يحاسب حسابا يسيرا يقول أبو حازم رحمه الله لما سأله سليمان بن عبد الملك ما حال القدوم على الله يا أبا حازم قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله يتلقونه بالبشر والسرور والفرح والابتهاج وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه كله خزي وحسرة وخوف وشدة وهنا الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرور يرجع من موقف الحساب إلى أهله إلى الحور العين وما منى الله عليه في الجنة من الخيرات والأزواج والاجتماع بأحب الناس إليه ينقلب مسرورا قد استنار وجهه وظهرت عليه علامات الفرح والسرور والغبطة بإعطائه كتاب حسناته باليمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وقال جل وعلا فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاوا مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فهذا هو القسم الأول من السعداء الذي يعطى كتابه بيمينه وأما القسم الثاني والعياذ بالله فقال وأما من أوتي كتابه بشماله وهنا قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله بعد أن تلوى يده وراء ظهره وهو الكافر وأما من أوتي كتابه بشماله فهو يُعطى كتابه بشمال احتقاراً له وإهانة له وإذلالاً ويقال اليوم تُجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن يُهِن الله يُنادي على نفسه بالثبور والهلاك والحسرة ويقول ويقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ولهذا قال هنا ويصلى سعيراً وفي قراءة ويصلى سعيراً يعني ناراً مستعرةً متوقدةً يدخل هذه النار يصلاها يتقلب بين أطباق الجحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إنه كان في أهله مسروراً أي إنه كان في الدنيا في أهله وفي زوجته وأولاده وأقاربه فرحاً مغتبطاً بما هو عليه من الباطل والكفر والشك والتكذيب لأنه مأت قلبه لم يفكر في الآخرة لم يعلم أنه سيموت بل لم يوقن أنه سيبعث ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى إنه كان في أهله مسروراً وشتان بين من يسر بهذه الدنيا الفانية الزائلة وبين من يسر يوم القيامة إذا أعطي كتابه بيمينه ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال إنه كان في أهله مسروراً هذا الكافر هذا لا يدل على أن الإنسان لا يسر إذا رأى خيراً في أهله وماله لا يسر لكن سروره بماله وأهله وما أعطاه الله يجب أن يكون مسخراً في أن يزرع لنفسه خيراً في هذه الدنيا فسروره هذا السرور بالأهل والمال في الدنيا إذا كان حلالاً هذا سرور جبل عليه الإنسان لكنه سرور لا يطغيه ولا ينسيه شكر نعمة الله عليه وأداء حق الله تعالى فيه وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر الكافر يكون مسروراً في أهله وماله قد طغى وتجاوز الحدود الشرعية ونسي البعث والحساب والأمر والنهي والجنة والنار والصراط والميزان نسي أما المؤمن لا فإنه في هذه الحياة الدنيا على حذر يخاف والله تعالى لا يجمع على عبده المؤمن الخوف في الدنيا والخوف في الآخرة كما لا يجمع للكافر الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة كما قال الحسن البصري فإن من خاف الوعيد في الدنيا أمنه الله تعالى يوم الفزع الأكبر ومن أمن في الدنيا وخاض في الباطل ونسي العمل الصالح ونسي الجنة والنار والوقوف بين يدي الله وتولى معرماً في هذه الحياة الدنيا فإنه يوم القيامة يكون من أشد الناس فزعاً وخوفاً ولهذا قال الله عن هذا الصنف إنه ظن أن لن يحور اعتقد أنه لن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى فلهذا هو لا يؤمن بالبعث ولا يرجو الثواب كما قال تعالى عن هؤلاء القوم إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذابة وقال هنا إنه ظن أن لن يحور والظن يأتي بمعنى اليقين يعني أيقاً أنه لن يبعث كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون أنهم مبعوثون إنه ظن أن لن يحور يعني لن يرجع الحور الرجوع ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وكان يدعو بدعاء السرى يقول اللهم إني عذوك من الحور بعد الكور فهو ظن أنه لن يبعث ولن يحاسب وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم بلى سيرجع إلى ربه وسيبعث وسيخبر بأعماله وستحصى عليه إن ربه كان به بصيراً فهو سبحانه وتعالى بصير بأعماله قد أحصاها عليه وسوف يحاسبه عليها ثم لما ذكر الله تعالى أهوال القيامة وأن السماء تنشق والأرض تمد ويخرج ما في باطنها من الأموات وأن الناس ينقسمون إلى قسمين قسم يأخذ كتابه باليمين وقسم بالشمال من وراء ظهره ذكر الله تبارك وتعالى أن الإنسان سينتقل من حال إلى حال حتى يصل إلى مأواه الأخير إما في الجنة وإما في النار فقال تبارك وتعالى هنا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق وقوله لا هنا ليست نفياً للقسم بل هي تأكيد للقسم ولكن هنا فيه تنبيه ولهذا الله سبحانه وتعالى قال هنا فلا أقسم الفا هنا استئنافية ولا للتنبيه وتأكيد القسم يعني كان المعنى هنا أقسم بالشفق والشفق هو الحمرة بعد غروب الشمس الحمرة التي تكون في الجو بعد غروب الشمس سمى الشفق قال الله فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق يعني وأقسم أيضاً أقسم بالحمرة التي تكون في الأفق وأقسم بالليل وما وسق يعني وما جمع وظم وحوى من نجوم ودواب ووحوش وهوام وغيرها والليل وما وسق وأيضاً وأقسم بالقمر إذا اتسق يعني أقسم بالقمر إذا اجتمع واستوى كما قال ابن عباس وغيره وقال الحسن إذا اجتمع إذا امتلأ وقال قتاده إذا استدار ومعنى كلام هؤلاء أنه أن الله تعالى أقسم بالقمر إذا تكامل نوره وأبدر فهو مقابل الليل وما وسق يعني جعله مقابلاً للليل وما وسق فإذا الآن عندنا قسم بالشفق وبجمع المفسرين أنه الحمراء القسم الثاني بالليل وما ضم وجمع وحوى القسم الثالث بالقمر إذا اجتمع واستوى على ماذا قال لتركبن طبقاً عن طبق جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس لتركبن طبقاً عن طبق حالاً بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لتركبن طبقاً عن طبق يعني لتنتقلن من حال إلى حال حالاً بعد حال وهذا هو جواب القسم فإن الله تعالى لما أقسم بهذه ثلاثة الأشياء على أن الإنسان سينتقل من حال إلى حال وفعلاً وفعلاً الإنسان لا يمكن أن يستمر على حال هو ينتقل من صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحة ومن عز إلى ذل ومن ذل إلى عز ومن كفر إلى إيمان ومن إيمان إلى كفر ومن حياة إلى موت ومن موت إلى بعث ومن بعث إلى جنة أو نار هو ينتقل من حال إلى حال وأيضاً هو انتقل كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنيناً ثم ولد صغيراً ثم صار شاباً ثم كاهلاً ثم شيخاً ثم يموت ثم يبعث وهكذا فليهذا الله سبحانه وتعالى قال لتركبن طبقاً عن طبق يعني أن الإنسان سينتقل من حال إلى حال سينتقل من حال إلى حال وقد جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم فهكذا الإنسان كان عدماً هل أتى على الإنسان حين من الدهر لما يكون شيئاً مذكوراً ثم خلقه الله من نطفة ثم ترقى حتى وصل إلى اكتمل نصيبه من الحياة ثم مات ثم يبعث ثم إذا بعث ما يكون إلا في جنة وإما في نار لتن ترقى لتن ترقن обычно أصل الطبق الشدة في قول آخر لإبن مسعود لتن تركبن طبقاً عن طبق قال السماء يعني المراد أن السماء تصير مرة كالدهان ومرة تنشق ومرة تحمر ثم تنفطر يعني أن المراد هنا ما يقع من شدائد يوم القيامة يعني حالا مطابقة للتي قبلها في الشدة يعني شدة ثم شدة ثم شدة وهكذا لأن الطبق ما طابق غيره وفي قول طبعا هنا قبل ما نذكر القول الثالث يعني هنا الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر الشفق يبدو والله أعلم كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا يشبه الشفق معروف أنه في أفق السماء يغيب ويعتبر علامة انتهاء اليوم وهذا يشيل انتهاء الدنيا لأن غروب الشمس مثل حالة الموت كذلك الليل الليل وما وسق وما جمع وما ضم من ظلمة ونجوم ووحوش وهوام يشير إلى شدة الهول يوم الحساب وذكر القمر إشارة إلى القمر المنير المضيء القمر ما يكتمل ويشتد نوره لأيلة أربعة عشر وخمسة عشر إلى حصول الرحمة للمؤمنين فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم قول ثالث لتركبن يكون الخطاب هنا للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتركبن أنت يا محمد طبقا عن طبقين حالا بعد حال قال الحسن البصري في قوله تعالى تركبن طبقا عن طبق قال حالا بعد حال رخاء بعد شدة وشدة بعد رخاء وغينا بعد فقر وفقرا بعد غينا وصحة بعد سقم وسقما بعد صحة وجاء عن سعيد بن جبير في الآية قال قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة وآخرون كانوا أشرافا في الدنيا فاتضعوا في الآخرة وعلى كل حال العلم عندهم قاعدة في التفسير أن القرآن الكريم حمال وجوه وأن الأصل أن نحمل الآية الكريمة على ما يمكن حمله من الوجوه الصحيحة وفعلا الإنسان سيركب طبقا بعد طبق فهو كان عدما ثم صار نطفة ثم مضغة ثم عظاما وهكذا إلى أن كان ولد ثم صار شابا ثم شيخا إلى وهو أيضا سيركب طبقا عن طبق سيكون حيا ثم يموت وفي هذه الحياة الدنيا تقلب في صحة وسقم وإيمان وكفر وهكذا وهو أيضا يوم القيامة سيعاني من شدائد وأهوال البعث يوم القيامة سيتقلب به الشدائد سيرى شدة بعد شدة يوم القيامة ولا مانع من حمل الآية الكريمة على هذه الوجوه كلها ثم توجه الخطاب هنا إلى هؤلاء القوم فقال تعالى فما لهم لا يؤمنون فماذا يمنعهم من الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر لماذا إذا قرأت عليهم آيات الرحمن أعرضوا لا يسجدون بل يعرضون لماذا لا يسجدون إعظاما وإكراما فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فهم يعرضون وقولهم ما ما لهم فما لهم هنا الاستفهام هنا للإنكار إنكار عليهم ما الذي يمنعهم من الإيمان ماذا عليهم كما قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ما الذي يمنعهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أن يخضعوا ينقادوا ويسجدوا على الأعضاء السبعة تعظيما لله تبارك وتعالى وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في هذه السورة في صلاة العشاء كما مر في حديث أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء وانشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق بعض أهل العلم استدل على وجوب سجود التلاوة واختار هذا بن تيمية والصحيح أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب كما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة من القرآن فلما وصل السجدة نزل من المنبر فسجد ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فكأنه رأى الناس تهيأوا للسجود فقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء وهذا في صحيح البخاري فإذا السجود سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون وهنا بل للإضراب الانتقالي أي أن هؤلاء الكفار من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق هذه طبيعتهم هذه سجيتهم هذا خلقهم والله أعلم بما يوعون أي يكتمون في صدورهم الله أعلم بما يضمرون في قلوبهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عن القرآن مقبولا عند أتباعهم وبين مجاوريهم والله أعلم بما يوعون الله أعلم بما في صدورهم فبشرهم بعذاب أليم والخطاب هنا والأمر لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح له الخطاب بشرهم أيها المبشر وأخبرهم بعذاب أليم والبشارة في الأصل تستعمل فيما يسر لكن هنا استعملت بالعذاب الأليم على سبيل التهكم والاستهزاء بهم وأصل البشارة مأخوذة من انبساط البشرة وتغيّدها عند ورود الخبر المفاجئ من خبر سار أو من خبر محزن لكن الأصل أنه في الخبر السار فبشرهم بعذاب أليم أي مؤلم أخبرهم يا محمد بأن الله عدّ لهم عذابا أليمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا استثناء منقطع كما يقول المفسرون يعني لكن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بمقتضى هذا التصديق عملوا الصالحات بجوارعهم لهم في الدار الآخرة أجر عظيم لهم أجر وهذا الأجر من صفاته أنه غير ممنون لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع ولا ممنوع قال الله تعالى عن أهل الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خاليا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدوذ يعني غير مقطوع فهم لا يمن بهذا النعيم عليهم ولا يقطع عنهم وهذا من فضله تبارك وتعالى ومنته لأن المنة لله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قولوا لإلا الذين آمنوا يعني هذه الآية تدل على أنه طبعا إذا ذكر الإيمان في القرآن فإن الإيمان يقرن بالعمل الصالح لأن الإيمان لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو تصديق هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما قال إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر لهم أجر نكر الأجر هنا للتعظيم يعني لهم ثواب عظيم سمي الثواب أجرا تشبيها له بأجرة الأجير لأن الله عز وجل بكرم وفضله وامتنان تكفل هو سبحانه وتعالى بهذا الثواب وأجبه على نفسه وإلا العباد ما يجيبون على الله شيء ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نععموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى فالعباد لا يجيبون على الله شيء لكنه سبحانه وتعالى هو الذي هداهم للإيمان وشرع لهم الإيمان وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ويسر لهم العمل الصالح وأثابهم على ذلك وجزاهم عليه فالفضل والمنة والكرم له سبحانه وتعالى وبحمده الفضل لله تبارك وتعالى لهم أجر غير ممنون ولكن الله يمن على من يشاء من عباده جعلني الله وإياكم ممن يمن الله تعالى عليهم بالإيمان الصادق وبالعمل الصالح إنه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر